هذا وتتواصل أعمال قمة المناخ كوب تونتي سافن بعد تمديد الفعاليات ليوم إضافي حيث يستعد المفاوضون في هذا المؤتمر لبدل جهود أخيرة من أجل التواصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالمناخ وذلك بعد تمديد المحادثات المستمرة منذ أسبوعين من المنتظر أن تعكس نتائج هذا المؤتمر عزم المجتمع الدولي على مكافحة التغير المناخي في وقت أكدت فيه مسودة رسمية للاتفاق على الالتزامات السابقة بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحيث لا تتجاوز درجة ونصف درجة مئوية ولكن من دون حل عدد من القضايا الحاسمة من بينها التمويل ومسائل الخسائر والأدرار